تتصاعد الأزمة بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع اتهام وسائل إعلام إدارة أوباما بالتدخل في الشؤون الانتخابية الإسرائيلية وتشير التقارير الصحافية إلى أنه بعد أيام من قبول نتنياهو دعوة الكونغرس الأمريكي لإلقاء كلمة حول إيران توجه إلى إسرائيل خمسة مستشارين مقربين من أوباما بهدف المساعدة على إسقاط نتنياهو ويقود فريق العمل جيريمي بيرد الذي كان دوره أساسيا في فوز أوباما في الانتخابات الأمريكية وهو سيضع استراتيجية لمساعدة مجموعة إسرائيلية تسعى لإلحاق الهزيمة الانتخابية بنتنياهو وتدعم هذه المجموعة منظمة وانفويس الدولية التي تؤيد حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتتلقى دعما من وزارة الخارجية الأمريكية وفي ظل هذا التوتر بين الإدارتين واستياء أوباما من الكلمة المرتقبة لنتنياهو أمام الكونغرس وجه نواب ديمقراطيون في مجلس الشيوخ ضربة إلى نتنياهو عبر تجميد دعمهم لعقوبات جديدة ضد إيران من دون دعم الدمقراطيين في الكونغرس لا يستطيع الجمهوريون تجاوز الفيتو الذي هدد أوباما باستخدامه ولتجاوز الفيتو هم بحاجة إلى دعم ثلثي أعضاء مجلس النواب وأيضا مجلس الشيوخ وهذا الدعم بات مؤجلا رأى رفجل، LVCI، نيويورك